محكمة تحكيم الرياضية التاس كتصفى عن نظام الجزائري وكترفض طلب الفاف بشأن مباراة اتحاد العاصمة ونهضة بركان في هذا الفيديو سنعرف التفاصيل كاملة إن شاء الله لكن قبل ذلك لك ما زال ما مشتركش في القناة اشترك فعل زر الجرس باش يوصلك أي جديد لحظة نشره على القناة ويلا على بركة الله على تفاصيل الخبر رفضت محكمة تحكيم الرياضية التاس طلب الاتحادية الجزائرية الفاف بتوقيف قرار لجنة الاستئناف التابعة لكونفيدراليا الافريقية بشأن اعتبار فريق نهضة بركان فائزا على اتحاد العاصمة الجزائري برسم نصف نهائي كأس لكونفيدراليا الافريقية ووفقا لما نشرته قناة الرياضية بزفحتها على فيسبوك فقد قررت محكمة تحكيم الرياضية التاس اليوم التلتاء رفض توقيف قرار الكاف الذي اكد فوز نهضة بركان في المباراة والذي يأتي في سياق منع سلطات الجزائرية دخول الاقمسة الرياضية للبيعتة المغربية بخارطة مملكة المغربية كاملة وبالرغم من ذلك فإن المحكمة التحكيم الرياضية التاس ستنظر في طلب الاستعجالي المقدم من الاتحاد الجزائري لكورة القدم وستتخذ قرارها في الموضوع كما أنه من غير المرجح أن يؤدي ذلك إلى إبطال قرار لجنة الأندية بالكاف بشكل فوري وكان نادي اتحاد العاصمة الجزائري يوم الأحد الماضي قد رفض النزول لأرضية الملعب البلدي بركان لإجراء مباراة إياب نصف نهائي كأس الكنفدرالية الإفريقية أمام نادي نهضة بركان ليتم الإعلان عن فوز النادي المغربي نهضة بركان ذهابا وإيابا بنتيجة ستة أهداف دون مقابل وبهذا القرار تكون اتحاد العاصمة الجزائرية والاتحادية الجزائرية فقد كل شيء في انتظار الضربة القاضية والموجعة من الاتحاد الإفريقي بفرض عقوبات إضافية قاسية قد تصل من سنتين إلى خمس سنوات تمنع فيها الكرة الجزائرية من المشاركة في أي تظاهرة خارجية قارية وقد يغيب المنتخب الجزائري عن كأس أمم إفريقيا التي ستقام بالمغرب وكأس العالم الفين وستة وعشرين كان هذا كل ما لدينا في هذا الفيديو المرجو منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد إن شاء الله وكذلك تشجيعا لنا لنواصل في تقديمي الأفضل ولا تنسوا مقترحاتكم وأرائكم على القناة فهذا يسرنا كثيرا شكرا على المتابعة وتحية لكم جدا